موسيقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين بحث هذا اليوم حول نافئ الحركة والانتقال في الله سبحانه وتعالى وقد عقد الكوليني رضوان الله تعالى عليه بابا سماه باب الحركة والانتقال هناك بعض من يدعي الإسلام يتصور أن الله سبحانه وتعالى مستقر فوق السماوات لأنه وجد آيات متشابهات ولم يرجع في تفسير وتأويل تلك الآيات المتشابهات إلى الراسخين في العلم فلذلك ظل وأظل يزعمون أن الله سبحانه وتعالى مستقر فوق السماوات ورواوا روايات أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا لأن السماوات سبع رب السماوات السبع يزعمون أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة جمعة وبعضهم يزعم أن الله سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الأخير من كل ليلة أو النصف الأخير من كل ليلة تعالى الله عما يقولون إذا أكو روايات في هذا المجال لا بد من تأويلها لأنها الروايات أيضا قد يكون فيها متشابهات كمتشابح القرآن وهذه العقيدة انتشرت بين المسلمين لأن بعض المجسمة الذين بدل أن يأخذوا علومهم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله حيث أمر المسلمين بالتمسك بالقرآن وبأهل بيته في حديث الثقلين المعروف بدلا عن ذلك أخذوا جملة من عقائدهم من غير أهل البيت مثل كعب الأحبار كان يهودي من علمائهم من أحبار اليهود أسلم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله يعني أظهر الإسلام وجعل في مسجد الرسول يفسر القرآن ففسر القرآن بالإسرائيليات ولذلك من ذلك الوقت دخلت الإسرائيليات في كتب التفاسير بعض الناس أيضا نسبوا هذه الأحاديث كذبا وزورا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فجاء من بعدهم يتصور أن هؤلاء ثقات وأن الحديث صحيح وأن الرسول قاله وبعضهم نفوا التأويل والمجاز طبعا فقط في صفات الله سبحانه وتعالى هكذا لكي يلتزموا بالتجسيم الذي تعلموه فالنتيجة نسبوا إلى الله سبحانه وتعالى أمور باطلة وما قدر الله حق قدره وهذه شاعت بين بعض المسلمين والأئمة عليهم الصلاة والسلام لأن الله سبحانه وتعالى أمر رسوله بأن يترك في الأمة القرآن وعترته أهل بيته الرسول تركهما في الأمة والأئمة عليهم الصلاة والسلام بيّنوا العقائد الصحيحة وبحمد الله هذه العقائد الصحيحة وصلت إلينا ولذلك الحجة تامة يعني إذا واحد هو يجسم في هذا العصر في يوم القيامة لله الحجة لله الحجة عليه قل فلله الحجة البالغة لا يتمكن من أن يقول يا رب لم يصل التوحيد الصحيح إليه يقال له أنه التوحيد الصحيح وصل لكن أنت قلدت آبائك أجدادك إنا وجدنا آبائنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون فالحجة لله سبحانه وتعالى عليه من جملة المسائل مسألة الحركة والأئمة عليهم الصلاة والسلام بيّنوا أن الحركة في الله بأن ينزل يتحرك هذا مستحيل وأقاموا الدليل العقلي والدليل النقلي من القرآن الكريم على ذلك لأن المعتقدات الحقة بيّنها القرآن ولو بإشارات إجمالية في هذا الحديث الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام يذكر خمسة أدلة على بطلان النزول الحقيقي بعضها أدلة عقلية طبعا بعضها أدلة طولية وهناك أيضا دليل نقلي الإمام عليه الصلاة والسلام يستدل به نحن نشير بشكل مختصر إلى هذه الأدلة العقلية والنقلية وبعد ذلك نشرح حديث الإمام عليه الصلاة والسلام أولا الدليل الأول وهو دليل عقلي بيان استحالة النزول الحقيقي في حق الله سبحانه وتعالى لأن النزول شنو معنى؟ معنى وجود الشيء في حيز فهو في مكان دون مكان فينتقل من مكان إلى آخر الحركة شنو هي معناها؟ الحركة معناها الإنسان في الآن الثاني في الزمان الثاني يكون في المكان الثاني في الزمان الأول أنت في مكان في الزمان الثاني تكون في مكان آخر يعني أنت الآن تمشي في الثانية الأولى أنت في المترة الأولى في الثانية الثانية أنت في المترة الثانية وهكذا ولذلك الإصطلاح المختصر للحركة الوجود في المكان الثاني في الآن الثاني بعد أن كان في المكان الأول في الآن الأول هذا يستلزم وجود الشيء في المكان ويستلزم أن يكون الشيء في حيز ويستلزم أن يكون هناك مكان خالي منه حتى في الزمان الثاني يكون في ذلك المكان الثاني زين إذا هذا كان معنى الحركة وهو كذلك هل هذا المعنى يمكن في الله سبحانه وتعالى يعني هل يعقل أن يكون الله في المكان كلا لأن الله هو خالق المكان المكان الله خلقه ويستحيل أن يحيط المخلوق بالخالق لأن معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى حسب ما يزعمون نزل إلى السماء الأولى زين نزل إلى السماء الأولى معنى ذلك أن السماء الأولى كانت خالية منه وكان مثلا في العرش فوق السماء السابعة فتحرك من ذلك المكان إلى المكان الثاني زين السماء الأولى أحاطت به السماوات أحاطت به المخلوق أحاط بالخالق وهذه الإحاطة المكانية تستلزم وجود الشيء في حيز يعني معنى ذلك أن يكون في حيز وكونه في حيز معنى ذلك أن يكون جسما وكل هذه محالات في حق الله سبحانه وتعالى وفيما مضى بينا بعض هذه الأدلة بتفصيل أكثر فهذا هو الدليل الأول أن النزول الحقيقي في حق الله سبحانه وتعالى محال الدليل الثاني الذي هو في طول هذا الدليل الأول أن الله سبحانه وتعالى حكيم ولا يفعل الفعل عبثا تقول أنه ينزل لماذا ينزل؟ هل استماع صوت خلقه؟ يعني يحتاج إلى النزول ليستمع إلى صوت خلقه؟ لأن هؤلاء يقولون ينزل إلى السماء الأولى حتى تدعوها أنت مثلا هل في سماع صوت مخلوقاته وأدعية مخلوقاته كان يحتاج إلى أن ينزل بحيث أنه حينما هو على العرش؟ والعياذ بالله من هذا الكلام لا يسمع كلام مخلوقاته؟ فإذن أنت تثبت النقص على الله سبحانه وتعالى الله لا يحتاج إلى النزول ذكرنا هذا الدليل في طول ذلك الدليل الدليل الأول استحالة النزول لأن الله هو الذي يحيط بالمخلوقات من جهة العلم والقدرة لا أن المخلوق كالسماء الأولى تحيط به والدليل الثاني في طول ذلك أن الله سبحانه وتعالى يعلم وهو سميع وهو بصير لا يحتاج إلى أن ينزل إلى السماء الأولى لكي يستمع إلى أدعية مخلوقاته هذا الدليل الثاني وأما الدليل الثالث أن النزول المكاني هذا خاص بالمتحيزات وما كان في الحيز يكون قابل للزيادة والنقصان لأن معنى وجوده في حيز أنه يكون في مكان دون مكان فصار حد إله أنا الآن جالس على هذا الكرسي فمعنى ذلك أني محدود لأني كنت محدودا فهذا الكرسي يستوعبني بعد ذلك أقوم من عليه وأذهب إلى مكان آخر فأني محدود لذلك احتواني هذا الكرسي نحن محدودون لذلك الأماكن التي نكون فيها هذه الأماكن تحتوي علينا زيان الشيء المحدود قابل للزيادة والنقيصة معنى ذلك أنه له أجزاء قابل للزيادة والنقيصة فالإنسان قابل للزيادة والنقيصة طفل صغير بمرور السنوات يكبر إنسان ضعيف يسمن أو سمين يضعف قابل للزيادة والنقيصة الشيء المتحيز وهذا الأمر بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى محال بأن تقول إن الله قابل للزيادة أو للنقيصة لأن الزيادة والنقيصة إنما هي في الأشياء المحدودة إلى حدود نقول زيان يتجاوز هذه الحدود يصير زيادة أو يقل عن هذه الحدود يصير نقيصة والله سبحانه وتعالى ليس بمحدود لا يحده شيء هذا الدليل الثالث وأما الدليل الرابع سؤال أن هذه الحركة يعني النزول من السماء العليا أو من فوق السماء السابعة إلى السماء الدنيا السماء الأولى هذه الحركة إما قسرية أو اختيارية لا يمكن أن تلتزم بالشق الأول بأن الله سبحانه وتعالى مجبور هذا كفر صريح الله سبحانه وتعالى ليس بمجبور وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم بسوطتان ينفق كيف يشاء الاختيار من صفات ذات الله سبحانه وتعالى فلا يمكن أن تقول أن الحركة قسرية فلابد أن تختار الشق الثاني وهو أن الحركة اختيارية فهنا نسأل هذه الحركة الاختيارية من شأها الاحتياج وتستلزم التغير لماذا يتحرك هل لا يتمكن من قضاء حوائج خلقة بدون الحركة هل لا يتمكن من الاستماع إلى أدعية خلقة بدون الحركة يتحرك لكي يسمع فأثبت له الاحتياج وتعالى الله عن ذلك ولازم ذلك التغير لأن الانتقال من مكان إلى مكان هو تغير والله سبحانه وتعالى منزه عن الاحتياج ومنزه عن التغير هذا الدليل الرابع وهذه أدلة عقلية الدليل الخامس دليل نقلي أن الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وجميع خلقه يحتاجون إليه فإذا دعوه يسمع إلى أدعيتهم ويقضي حوائجهم الإمام يستدل بهذه الآية وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم ما يحتاج أن ينزل لا يراك حين تقوم يعني يعلم بك وتقلبك في الساجدين عندما كنت انتقل من صلب طاهر إلى رحم طاهر من صلب شامخ إلى رحم طاهر الله سبحانه وتعالى كان يعلم تقلبك في الساجدين يعني آباء النبي صلى الله عليه وآله كلهم كانوا موحدون وكذلك عندما الرسول يسجد في المسجد بين الناس الله سبحانه وتعالى مطلع عليه إنه هو السميع العليم فلا يحتاج إلا أن ينزل لكي يستمع فهذه خمسة براهين عقلية ونقلية وهذه البراهين العقلية أيضا طولية تثبت أن الله سبحانه وتعالى لا ينزل لا يتحرك هذه الحركة هذا الانتقال نقص والله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص هذا خلاصة كلام الإمام نحن نتلك هذا الكلام ونذكر هذه الأدلة وبتفصيل أكثر في كلام الإمام عليه الصلاة والسلام عن أبي إبراهيم عليه السلام يعني الإمام الكاضم قال ذكر عنده قوم يزعمون أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا يعني سماء الأولى ولحد الآن هذه العقيدة المجسمية موجودة الآن الوهابيين السلفيين يعتقدون نفس هذه العقيدة أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا أحد الإخوة ينقل يقول كنت ذاهب إلى مؤتمر من المؤتمرات فكان في ذلك المؤتمر من مختلف طوائف المسلمين والأيضاً كان واحد من هؤلاء المجسمة يقول تناقشنا معه في مسائل التوحيد لأن هم يدعون أنهم موحدون ولكن في الحقيقة هم مشركون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون صحيح في الظاهر يتشهد الشهادتين وبذلك كل من تشهد الشهادتين يجري عليه ما يجري على المسلمين فله ما لهم وعليه ما عليهم ويحكم بإسلامه في التوارث والتناكح وما إلى ذلك لكن الباطن الذي يجسم الله سبحانه وتعالى هذا مشرك يقول تناقشنا معه ووصلنا إلى هذه النقطة في نزول الله بدأ يدافع عن ذلك يقول فجأة في وسط النقاش قطع النقاش نظر إلى ساعته قال هذا وقت نزول الله فأنا أذهب لأدعو هكذا عنده قوم يزعمون أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا فقال الإمام عليه الصلاة والسلام يبين إن الله لا ينزل يعني يستحيل عليه أن يتصف بصفات النزول لأنها صفة نقص ولا يحتاج إلى أن ينزل هذا الدليل الطولي ما إلى حاجة أن ينزل هو يسمع أدعية خلقه إنما منظره في القرب والبعد سواء قد مر سابقا في تفسير هذه الآية الرحمن على العرش استوى يعني شنو عايي العرش استوى من الآيات المتشابهة الذي يستدل بها المجسمة متغافلين عن أنها آية متشابهة وقد فسرتها آية أخرى اللي هي آية محكمة ليس كمثله شيء الرحمن على العرش استوى الأئمة عليهم الصلاة والسلام بيّنوه أن الله سبحانه وتعالى قاهر الكون جبار نسبة الأشياء إليه على سواء نسبة الذرة إلى الله كنسبة المجرة إلى الله لأن هذه النسبة نسبة المخلوق إلى الخالق فلذا بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى لا فرق بين الذرة وبين مجرة كلها بالنسبة إليه واحد وليست نسبة مكانية لا وإنما قدرة الله وعلمه بالنسبة إلى الذرة أو إلى المجرة لا يختلف ذلك العلم ولا تلك القدرة الإنسان هو الذي تختلف قدرته الأشياء البسيطة تحتاج منه قدرة أقل والأشياء الصعبة تحتاج منه قدرة أكثر الأشياء العميقة تحتاج منه إلى إعمال نظر أكثر والأشياء البسيطة تحتاج إلى إعمال نظر أقل إنما منظره في القرب والبعد سواء يعني ليس مكانيا لكي يكون شيء قريب إليه وشيء بعيد إليه حتى بعض المجسمة ينقل إبن أبو الحديد في شرح نهج البلاغة بعض معتقداتهم يعتقد أن الذي على المنارة هو أقرب إلى الله من الذي في المسجد والذي على المنبر أقرب إلى الله سبحانه وتعالى من الذي جالس في المسجد زين والذي رايح على قمة جبل إفريست هذا يكون أقرب إلى الله لأنه كان يصير بعد إذا الله في السماء فوق السماء السابعة فذاك أقرب فهذا اللي قاعد عند البحر ثمانت آلاف متر أبعد من الله سبحانه وتعالى من ذلك الذي جالس على قمة جبل إفريست مثلا هكذا يعني يعني سخافة العقول هكذا وصل بهم الأمر وكل ذلك بسبب إقصائهم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام من مراتبهم التي رتبهم الله عليها الإمام يقول لم يبعد منه قريب ولم يقرب منه بعيد يعني إذا شي بعيد أو إذا شي قريب هذا بالنسبة إلا بعيد وقريب أما بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى لا يوجد هذا وإذا إحنا نقول فلان قريب إلى الله هذا قرب معنوي يعني هذا إنسان مؤمن قرب معنوي إلى الله ليس قربا مكانيا يعني تعبير مجازي يعني هذا قريب إلى رحمة الله سبحانه وتعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين لم يبعد منه قريب ولم يقرب منه بعيد ولم يحتج إلى شيء يعني إلى النزول مثلا بل يحتاج إليه وهو ذو الطول الله سبحانه وتعالى مستولي على الكون القريب والبعيد بالنسبة إليه سواء أنت دعوت الله سبحانه وتعالى يستمع إلى دعائك فلان عصى الله سبحانه وتعالى يراه ويعلم به لا فرق في علم الله سبحانه وتعالى وسمعه وبصره والسمع والبصر يرجعان إلى العلم وقدرته بل يحتاج إليه وهو ذو الطول يعني ذو المنة على الخلق لا إله إلا هو العزيز الحكيم أما قول الواصفين هؤلاء المجسمة إنه ينزل تبارك وتعالى تعالى عن هذا الوصف فإنما يقول ذلك من ينسبه إلى زيادة إلى نقصا أو زيادة هذا الدليل الثالث لأن أنت عندما تقول ينزل يعني هو جالس على العرش زيان إذا نزل عن العرش كيف ينزل عن العرش إلى السماء الدنيا مرة صار بحث بين أحد المؤمنين وأحد المجسمة من هؤلاء التكفيريين فذكر له أنت تقول إن الله فوق هكذا الفوق المكاني الآية الشريفة تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن الله سبحانه وتعالى فوق بالرتبة بالمنزلة لأنه الخالق والبقية مخلوقين يخافون ربهم من فوقهم ليس الفوق المكاني الفوق بالرتبة لأنه الخالق وهم المخلوقون ذول يزعمون فوق مكان الآن ثبت أن الأرض كروية الفوق بالنسبة إلنا يكون تحت بالنسبة إلى الذين هم في القارة الأمريكية فوقهم من جهة أخرى زيان أنا أقول هنا جالس إذا أقول فوقي بالمكان وذلك الجهة الأخرى من الكرة الأرضية فوقي يصير تحتي يقول فوقه من ذلك الجهة واللي في الشرق واللي في الغرب واللي في الشمال واللي في الجنوب شنو معنى ذلك؟ معنى ذلك لازمة فاسد جدا أن تزعم أنه جسم محيط بكل الكون فإذا يريد ينزل الجسم المحيط لازم يتقلص لأنه إذا جسم محيط تريد تنزل جوه لازم يتقلص حتى يقدر يجي إلى جوه فمعنى كلامكم والعياذ بالله والعياذ بالله أنه جسم مدور والكون يقع في وسطه في جوفه والعياذ بالله من هذه الكفريات ثم حينما يريد ينزل يتقلص هذا لازم كلامه وهذا لا يقول به عاقل لكن هؤلاء عطلوا العقل ليش يقولون العقل مو حجة؟ لأجل هالأمور لأن كلامهم خلاف العقل أصلا زين الإمام عليه الصلاة والسلام يقول إذا ينزل معنى أنه في حيز لأ محدود يكون الشيء اللي محدود هذا يكون جسم قابل للزيادة وللنقيصة أو حسب التعبير اللي عبرت لازم يتقلص يتقلص يزود هل يمكن أن تصف ربك بذلك؟ الله سبحانه وتعالى أجل وأسمى وأعلى من هذه العقول السخيفة التي تنسب إلى الله سبحانه وتعالى النقص ويزعمون أنه التوحيد الخالص ولذا محمد بن عبد الوهاب في إحدى كتيباته يذكر أنه لازم لا تبين للعوام ما تعتقد أنهم ينكرون على الشيعة التقية لحفظ دمائهم مثلا أو لأمثال ذلك لكن هم معبودهم ربهم ليقول لا تبينه للعوام ما معنى كلامه لأنه إذا تريد تبين العقيدة الذي يعتقدونها في الله سبحانه وتعالى هو يقول أني أعتقد بالقرآن وما يقوله الرسول والسلف الصالح وكذلك لكن سلفهم طالح مجموعة من المجسمة الذين أخذوا عقائدهم عن اليهود طبعا ذكرت نحن لا نكفرهم لأنهم يتشهدون الشهادتين وكل من تشهد الشهادتين يحكم عليه بالإسلام هذا يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يحشر مع الكفر ذا كبحث آخر لكن كل من تشهد الشهادتين محكوم بالإسلام فيجري في هذه الدنيا عليهم ما يجري للمسلمين ويجري عليهم ما يجري عليهم فهذا الدليل الثالث أما قول الواصفين أنه ينزل تبارك وتعالى فإنما يقول ذلك من ينسبه إلى زيادة إلى نقص أو زيادة ثم الدليل الرابع وكل متحرك محتاج إلى من يحركه أو يتحرك به إما واحد يحرك بالقاسر أو هو يتحرك إذا واحد يحرك يعني مجبور وتعالى الله عن ذلك إذا هو يتحرك ليش يتحرك؟ الله حكيم لا يكون له فعل بدون حكمة زين لماذا يتحرك؟ سؤال نسألك لماذا يتحرك؟ لماذا ينزل؟ لكي يستمع إلى كلام خلقي؟ يعني محتاج محتاج إلى النزول يعني معنى ذلك هو على العرش حسب زعمك لا يسمع هذا لازم كلامك فمن ظن بالله الظنون هلك لأن واحد إذا كانت عقيدة فاسدة حتى لو في الدنيا يكون محكوم بأحكام المسلمين لأنه يتشهد الشهادتين لكن كالمنافق المنافق محكوم عليه بالإسلام لأنه يتشهد الشهادتين ولكن إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار كذلك من يجسم الله سبحانه وتعالى إذا يتشهد شهادتين محكوم بالإسلام ولكنه مجسم والمجسم باطنا كافر فمن ظن بالله الظنون هلك فاحذروا في صفاته من أن تقفوا له على حد تحدونه لا تقول بصفة استلزم الحد إذا آية متشابهة لازم تراجع إلى الراسخين في العلم وهم الذين تركهم الرسول صلى الله عليه وآله في هذه الأمة ليفسروا القرآن يبين لك المتشابه من أن تقفوا له على حد تحدونه بزيادة بنقص أو زيادة أو تحريك أو تحرك أو زوال يعني يزول من مكان إلى مكان آخر من سخافة العقول أن واحد من هؤلاء المجسمة سئل قال الرحمن على العرش استوى وشنو معنى؟ قال جالس مزين حسنا هذا تشبيه لله سبحانه وتعالى بخلقه وما فاهم أن الآية متشابهة تحتاج إلى تأويل عبر الآيات المحكمة التي هي ليس كمثله شيء جالس زياد سأل السؤال الثاني هل ينزل إلى السماء الدنيا؟ نعم زياد لما ينزل إلى السماء الدنيا يخلو منه العرش لو لا إذا تقول يخلو منه العرش يخالف الرحمن على العرش استوى إذا تقول لا يخلو عنه العرش فكيف نزل؟ زياد هنا نعدهم الشعار هذا سؤال عن الكيف لا تسأل عن الكيف إحنا لا نعلم كيف لله ولا نقول لله كيفا صحيح لكن عندنا عقل وإلا هذا الكلام يصبح مثل كلام النصارى لما نتقول له يقول الله ثلاثة وفي نفس الوقت واحد إذا اعتراضت عليه يقول هذا فوق عقلنا يعني نفس الكلام اللي المجسم يقوله عندما يصل إلى نقطة خلاف العقل يقول هذا سؤال عن الكيف لا تسأل عن الكيف هذا نفس كلام النصارى ماكو فرق النصرانهم نفس الشي يقول يقول ثلاثة واحد واحد ثلاثة تقول هذا خلاف العقل يقول لا هذا فوق العقل أو زوال أو تنزال أو نهوض أو قعود فإن الله جل وعز فإن الله جل وعز عن صفة الواصفين ونعت الناعتين وتوهم المتوهمين تصف لو تتوهم في عقلك الله سبحانه وتعالى أعلى من كل ذلك ثم بعد ذلك الإمام يستدل بالآية وهو الدليل النقلي الدليل الخامس وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين الله سبحانه وتعالى يعلم بخلقه فلا يحتاج إلى أن ينزل لكي يستمع إلى أدعية خلقه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم التوحيد الصحيح المأخوذ من الأئمة ومن جدهم الرسول صلى الله عليه وآله ومن القرآن الكريم هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة